مرحبا بكم مجددا أعزائي الطلاب والطالبات في استكمال الموضوع السابق موضوع حل المعادلات المثلثية طبعا أخذنا سابقا حل المعادلات المثلثية وسنكتشف لاحقا أنه سيكون عندنا بعض الحلول الدخيلة أو الحلول التي لا تندرج ضمن المعادلة طبعا نحن أخذنا سابقا بعض الحلول التي لا تندرج ضمن الفترة التي عندي الآن سأخذ بعض الحلول التي لا تندرج ضمن منطقة الحل إذن حل المعادلات المثلثية سأبدأ بحل السؤال هذا وهو ما سيذكرني بما أخذته في الحصة السابقة حل المعادلة التالية سين تربيع زائد 2 كوسين تربيع ثيتا يساوي 4 هذا في صفحة 188 طبعا أنا أخذت سابقا متطابقة فيثاغورس المتطابقة هي سين تربيع ثيتا زائد كوسين تربيع ثيتا يساوي 1 في هذه المتطابقة سأخذ هذه المتطابقة وأخليها سين تربيع ثيتا زائد 2 كوسين تربيع ثيتا ماذا عملت إخوان في هذه الفقرة؟ نلاحظ يا شباب أني جزأت السين تربيع أو الكوسين تربيع لاحظ معنا هنا في هذه النقطة نلاحظ أندي هنا أن 2 كوسين تربيع هذي إيش يا شباب؟ 2 كوسين تربيع مناتها كوسين تربيع ثيتا زائد كوسين تربيع ثيتا صح ولا لا؟ إذن أنا ماذا عملت؟ شلت الكوسين أو 2 كوسين تربيع وخليتها كوسين تربيع زائد إيش؟ زائد كوسين تربيع وهذه رح أستعملها فيما بعد هذه فيثاغورس واضح؟ طيب نلاحظ يا شباب أن قيمة قيمة السين تربيع زائد كوسين تربيع اللي هي باللون الأحمر هذه يا شباب قيمتها ماذا؟ من القاعدة اللي فوق من متطابقة فيثاغورس رح أشيل السين تربيع زائد كوسين تربيع وأحط مكانها ماذا؟ اللي سويها هذا واحد وأنزل الكوسين تربيع ثيتا تحت إذن واحد زائد كوسين تربيع ثيتا يساوي أربعة ماذا عملنا يا شباب؟ طرحنا واحد من الطرفين بطرح واحد من الطرفين يطلع عندي واحد مع ناقص واحد صفر وأربعة ناقص واحد يعطيني كم؟ يعطيني ثلاثة السؤال ما رأيكم؟ هل في عندي حل كوسين ثيتا؟ أضع الثيتا هنا بقيمه يطلع الثلاثة عندي؟ ما رأيكم؟ هل في عندي قيمة حطها مكانة ثيتا يطلع عندي ثلاثة في الناتج؟ هل في زاوية تقدر تحطها عند مكانة ثيتا يطلع عندي ثلاثة؟ باستحضارنا للدائرة الوحدة اللي خذناها هل في عندك زاوية معينة؟ بمعنى لما أجي أحوضها مكانة ثيتا يطلع ثلاثة؟ نفكي قليلاً نلاحظ أنه لما أجي أجذر الطرفين بيطلع عندي موجب أسالب ثلاثة بالتربيع بعدما جذرنا الطرفين هل هذه لها حل؟ وبالتالي ليس لها حل؟ إذن هذه القيمة ليس لها حل أو مستحيلة الحل في قيم ثيتا ما في عندي زاوية أحطها مكانة ثيتا هذه يطلع عندي في النهاية إما موجب جذر ثلاثة أو سالب جذر ثلاثة واضح يا شباب؟ إذن هذه مستحيلة الحل طبعاً اللي بيسأل يا شباب ليش؟ لأنه إخوة ما في عندي قيمة أو جذر ثلاثة نلاحظ أنها عجد أكبر من الواحد صح؟ وأنا عندي الكوساين فيتا محصور بين كم وكم؟ الكوساين فيتا محصور بين السالب واحد والموجب واحد إذا كنا نذكر الرسم حقتها بين الموجب واحد والسالب واحد واضح؟ وبالتالي هذه قيمة أكبر من الواحد إذن مستحيلة الحل لا بالسالب ولا بإيش ولا بالموجب هذا فيما يتعلق بحل السؤال اللي عندي هنا طبعاً هذه حل معادلات مثلثية إذن ليس لها حل؟ هذا السؤال اللي عندي لاحظ معي إخوان في مثال اثنين رح أحل الآن معادلة مثلثية لها عدد لا نهائي من الحلول يعني لا يوجد حل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة عندي مجموعة كبيرة مجموعة لا نهائية من الحلول كما في هذا السؤال يقول لك حل المعادلة التالية كوساين فيتا زائد واحد يساوي صفر لجميع قيم فيتا أو لقيم فيتا جميعها إذا كان قياس فيتا بالرديان طبعاً بالباي علشان نعرف حلنا الرديان والدرجات يعني لما أجي الآن أجيب الإجابة ما أحطها يا أخوان بالدرجات في الدائرة أو 180 درجة خليها باي أو خليها ثنين باي ذكالة 360 واضح طيب الآن إيش رح أعمل رح أجيب قيم أو رح أجيب المعادلة هذه وأخليها تساوي وأخليها يساوي صفر طبعاً هي جاهزة إذن نضع هذه المعادلة كوساين فيتا زائد واحد يساوي صفر واضح الآن أطرح واحد من الطرفين علشان أقدر أجيب قيمة الثيتا عندي في السؤال لما يقول لك حل المعادلة التالية معناتها الواجب أني أجيب قيمة ثيتا ممتاز إذن الآن أطرح واحد من الطرفين عندما أطرح واحد من الطرفين علشان أتخلص من الواحد هذا بتكون عندي القيمة كوساين فيتا يساوي سالب واحد الآن عندك طريقة للحل إيجاد قيمة ثيتا إما بالآن الحاسبة أو تطرح على نفسك سؤال إيش الزاوية اللي لما أحطها مكانة فيتا هذا يطلع عندي ناتج سالب واحد باستخدام الدائرة اللي أخذناها سابقاً دائرة الوحدة ما رأيكم؟ إذن الآن قيمة الثيتا عندي يساوي كوساين ماينس ون للإيش للسالب واحد يعني معكوس الزاوية أو كوساين ماينس ون أو إيش القيمة اللي أحطها مكانة فيتا هذا يطلع عندي سالب واحد باستخدام الألة الحاسبة كوساين ماينس ون للسالب واحد يعطيك كم؟ يعطيك مية وثمانين يعطيك مية وثمانين طيب أنا يا شباب ما أبغى الإجابة بالدرجات أبغاها بإيش؟ أبغاها بالرديان فالرديان عندي يقابله إيش؟ 2 باي للمية وثمانين إذن تساوي هنا 2 أو تساوي باي إذن بالرديان تساوي باي واضح؟ ليش؟ لأن في دائرة الوحدة يا أخوان في دائرة الوحدة هذه صفر وهذه باي على 2 وهذه كم؟ وهذه باي واللي هنا في النهاية 2 باي إذن كانت 360 فالمية وثمانين عندي هنا يقابلها إيش؟ يقابلها باي الآن الإجابة باي واضح؟ إذن الثيتا يساوي باي هل هذه إجابة واحدة؟ لا نلاحظ يا شباب أنه قيمة الثيتا عندي هنا بنفس القيمة لما أجي إيش؟ لما أجي آخذ لفة كاملة وأرجع لنفس القيمة معناتها إيش أزود عليها؟ يا سلام رح أزود عليها 2 باي إذن باي زائد 2 باي يطلعني 3 باي صح؟ لا إذن وهكذا إذن باي زائد 2 باي وهكذا رح أزود عليها 2 باي إذن الإجابة الأولى باي الإجابة الأولى باي زود عليها 2 باي يا سلام باي زائد 2 باي يعطيك 3 باي 3 باي زائد 2 باي يعطيك 5 باي زائد أو فاصل النقاط إلى مدى نهاية لاحظ من يعيد الحذر اللي عندي هنا ليس لها نهاية وبالتالي بيطلع عندي هنا لا نهاية أو لا نهاية عدد لا نهاية من الحلول إذن هذا هو قيمة الحلل اللي عندي طيب هذا فيما يتعلق بالسؤال طبعا أنت تقدر تجيب الإجابة أيضا بالسالبة راح تنقص أيضا هنا 2 باي من الإجابة هذه طيب عن باي نقص 2 باي بيطلع عندك الأعداد بالسالب هذا فيما يتعلق بإيش بإيجاد قيم ثيتا طبعا أنت ممكن تتحقق من الحل علشان تتحقق جرب الكوساين ثيتا كوساين في المية وثمانين زائد واحد كوساين المية وثمانين زائد واحد يطلع عندك سالب واحد واضح؟ عشان تتأكد من حلك أنت يعني للتأكد للتأكد يعني هنا للتأكد من صحة الحل كوساين ماذا؟ حط مكان الثيتا باي زائد واحد هل يطلع عندك صفر عندك هنا؟ كوساين الباي بكم يا إخوان؟ كوساين الباي اللي هي مية وثمانين يطلع عندك كم سالب واحد وبالتالي سالب واحد زائد واحد يعطيك صفر وعوض بأي قيمة عندك هنا عوض بالثلاثة باي ممتاز؟ يعني كوساين ثلاثة يطلع عندك سالب واحد ثلاثة في مية وثمانين ثلاثة في مية وثلاثمية وثمانين في ثلاثة أربعة ميتين واربعين إذن يطلع عندك أربعمية وعشرين وبالتالي خمسمية واربعين إذن هنا كوساين الخمسمية واربعين يطلع عندك سالب واحد واضح؟ هنا إيش سوينا؟ ضربنا الثلاثة في الباي ثلاثة في مية وثمانين كم؟ أو بالآلة الحاسبة ثلاثة في مية وثمانين يطلع عندك خمسمية واربعين ثلاثة في مية ثلاثمية ومائتين واربعين يطلع عندك كم مائتين زائد ثلاثمية بخمسمية واربعين عندك يطلع عندك خمسمية واربعين إذن كوساني الخمسمية واربعين سالب واحد زائد واحد كم يعطيك يعطيك في النهاية صفر لاحظ معنا أنا جالسة أعوض بإيش جالسة تحقق من صحة الحل اللي عندي هنا وبالتالي حلي إيش حلي صحيح ممكن أن تحقق بالجهة السالبة بنفس الكلام راح يكون عندك سالب باي سالب باي ونقص منها كم ونقص منها ناقص ناقص اثنين باي بيطلع عندك سالب ثلاثة باي وبالتالي كوساين سالب مئة وثمانين كوساين سالب مئة وثمانين بيطلع عندك سالب واحد سالب واحد زائد واحد يطلع عندك صفر وبالتالي نفس الطريقة هنا سالب ثلاثة باي وسالب خمسة باي وهكذا إذن بالموجب وبالسالب طلعت قيمة إيش طلعت قيمة فيتا هذا فيما يتعلق بحل السؤال اللي عندي لاحظوا معي عدد لا نهائي من الحلول عندي هنا عدد لا نهائي من إيش من الحلول تعالوا بنشوف هذه جاءة الوحدة برح أستعملها في حل السؤال هذا يقول لي في السؤال هنا حل المعادلة التالية أربعة ساين إكس يساوي اثنين ساين إكس زائد جدر اثنين طبعا لحل السؤال هذا راح أضع المعادلة هذه كما هي هنا أروح أنقلها وأضعها بالجهة اليسار علشان أقدر أحلها طبعا راح أستعمل هذه الدائرة لحل السؤال لإيجاد قيم فيها كلها هنا السؤال أربعة ساين إكس يساوي اثنين ساين إكس زائد جدر اثنين ماذا عملنا طرحنا اثنين ساين إكس من الطرفين لما أطرح هنا اثنين ساين إكس وهنا اثنين ساين إكس اثنين ساين إكس من ساين واثنين ساين إكس تروح عندك يسار أربعة ساين إكس ناقص اثنين ساين إكس لاحظ منه إيش يطلع عندك يطلع عندك أربعة ساين إكس ناقص اثنين كأنك تخليها أربعة اكس ناقص اثنين اكس واضح؟ يعني كأنها أربعة اكس ناقص اثنين اكس يعطيك كم? اثنين اثنين اكس واضح؟ كأنك ألا اكامنا توقعها الحاجة يكون لل Council فأن تطرح أربعة ناقص اثنين كم يعطيك يعطيك اثنين إذن اثنين ساين اكس يساوي كم جذر اثنين الآن علشان تطلع أنو قيمة الـ لازم تقسم على اثنين هنا الطرفين فلما أجي يقسم اثنين هنا وهنا 2 راحة الاثنين مع الاثنين بقى عندك إيش جدر 2 على 2 الآن اللي حافظ منكم الجدول السابق حق القيم الدوال المثلثية طبعاً أنتم ممكن تجيبها من دائرة الوحدة إيش الـ X اللي يطلع عندك جدر 2 على 2 إيش قيمة الـ X أو إيش الزاوية اللي تطلع عندك جدر 2 على 2 نلاحظين الزاوية كم هي يا شباب جدر 2 على 2 بالموجب انتبه هي بالموجب جدر 2 على 2 يطلع عندك إما إيش إما في دائرة الوحدة إما 45 لاحظ معيني 45 الساين X الساين X اللي على اليمين ممتاز بـ 45 أو المقابلة لها الساين X أيضاً هنا جدر 2 على 2 اللي هي كم؟ 135 إما 45 أو المقابلة لها اللي هي كم؟ 135 إذن إما الساين X أو الساين 45 الساين هي الجهة اليمنى يا شباب مثل ما ذكرنا سابقاً أن هذه هي كوساين ثيتا وهذه هي ساين ثيتا إذن الجهة اليمنى هي الجدر 2 على 2 طلع عندك جدر 2 على 2 ممتاز إما 45 أو 135 ممكن واحد يعني إذا كموا الحاسبة فممكن يخليها شفت ساين يعني الساين مينس 1 للإكس الساين مينس 1 لجدر 2 على 2 X يساوي ساين مينس 1 للإيش لقيمة هذه اللي هي جدر 2 على 2 بالآية الحاسبة لما أجي شفت ساين الإيش لجدر 2 قسمة 2 يطلع عندي في النهاية 45 نفس القيمة هنا إذن X يساوي 45 أو 40 ممتاز وبالتالي شف لحظ مين بيطلع لك إياها والآن إذن X يساوي 45 حين طلعناها الآن حين طلعناها X يساوي 45 طبعاً أو يحط لك إياها أو إيش أو ممكن خليها أنت زائد كم قيمة هذه اللي هي 135 لاحظ معنا X يساوي 45 أو طبعاً هنا تقدر أنت تتحولها إلى الراديان 45 بالراديان هي باي على 4 لاحظ معنا في الحلول الغير نهائية فأنت راح تزود 2K باي 2K يعني كأنك تدور دورة إذ كانت دورة واحدة راح تخليها واحد هذه إذ كانت دورتين راح تخلي الكي باثنين إذ كانت الدورة الثالثة فرح تخلي الدورة إيش الدورة الكي ثلاثة إذ كانت دورة الرابعة راح تخلي الكي بأربعة وبالتالي راح أنا أعممها وخليها صيغة عامة باي على أربعة زائد الاثنين الاثنين كي باي الاثنين هي ثابتة لأنك أنت تروح بنفس المقدار وبالتالي كي هذي إيش هذي الكي راح تكون عادة الدورات والباي هذه معروفة عندي اللي هي ثلاثة فاصلة أرباطعش تقريب طبعا هنا إذا كانت الإكس بخمسة أربعين طبعا لجميع قيم ثيتا اللي عندي هنا ماذا لو كانت الإكس يسوي مئة وخمسة وثلاثين مثل ما حنا نذكرين هنا ثلاثة باي على أربعة وبالتالي إذن القيمة عندي هنا إيش راح تكون إكس يسوي ثلاثة باي على أربعة زائدين اثنين كي باي لجميع قيم ثيتا يعني لو تحط هذه واحد الكي بواحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة راح تكون الدالة هنا أو القيمة صحيحة أيضا لما أجي أحط الكي هذه بواحد أو باثنين أو بثلاثة أو بأربعة راح تكون القيم إيش راح تكون القيمة هنا صحيحة وبالتالي الآن طلعنا أو أوجدنا حل المعادلة هذه لجميع قيم ثيتا لاحظ معين هو عدد لا نهائي من الحلول ليش مجرد أنك ما تعوف إيش مجرد أنك أي قيمة تعوف فيها طبعا هنا الحلول أي قيمة تعوضها مكان الإيش مكان أو الكي بيطلع عندك نفس القيمة إذن واحد قال والله بعوض بواحد اثنين ثلاثة أربعة بعوض بمية بعوض بألف فما يأثر عندي قيمة الحل مجرد أنك أو ما تأثر أو ما تتأثر أو ما يتأثر الحل كامل بتعويضك قيم كي لأن قيم كي كلها صحيحة إذن هذا حل السؤال اللي عندي بنفس السؤال هنا يقول لك إيش حل المعادلة التالية 2 sin theta يساوي سالب 1 الآن قروع المعادلة كما هي قسم على 2 طرفين راح تكون سالب نص sin theta سالب نص بالأدل الحاسبة مثل ما ذكرنا theta يساوي s radius 1 للسالب نص إذن theta يساوي sin minus 1 للسالب نص أو الدالة او الزاوية التي ساينها يعطيني سالب نص رح أحطها بالآلة الحاسبة shift sine سالب 1 على 2 يطلع عندي كم؟ يطلع عندي هنا بالآلة الحاسبة سالب 30 لاحظ معي الزاوية بالسالب سالب 30 وبالتالي إذا كانت الفيتر تساوي سالب 30 فلما أجي أجمعها مع الـ 360 على شاء تطلع عندي زاوية معروفة عندي اللي هي 330 ليش يا إخوان حنا طلعناها قيمة هذه الزاوية مرجعية لها يا إخوان لاحظ معي الزاوية ما تتأثر عندي مجرد أنك كانت عندك سالب 30 هذه لاحظ معي لما أجي أنقبص 30 بالسالب رح تكون معي تجاه قارب الساعة الزاوية اللي بالسالب 30 هذه هي نفسها كم؟ 330 هي نفسها لما أجي أجمعها مع كم؟ مع 360 إذا سالب 30 زائد 360 يطلع عنديك 300 وكم؟ 330 درجة وبالتالي 330 درجة ما تأثر عندي إخوان سالب 300 100 زائد 330 لكن أنا أبغى زاوية موجبة أنا أبغى إيش؟ زاوية موجبة وبالتالي مثل ما ذكرنا الساوية 30 هذه هنا في نفس السؤال هذه الساوية 30 لاحظ معنا وتقابلها الزاوية المقابلة لها اللي هي كم 210 إذن الزاوية سالب 30 اللي هي 330 أو المقابلة لها كم 210 لاحظ معي بداية أصلا الوحدة طلعناها من دائرة الوحدة وبالتالي طلع عندي في النهاية 330 أو الزاوية الأخرى لطبعا 330 برديان هي 11 باي على ستة أو 210 لجميع قيم فيتا 210 هي 7 باي على ستة لاحظ معي إيش عملنا هنا جبنا الزاوية الأصلية حقتنا والحل حقنا هذا اللي هي 330 وجمعناه مع إيش؟ مع 2 كي باي هذه لجميع الحالات نخليها كذا في هذه القاعدة لجميع الحالات ليش؟ لأنه الكي هذه عجل الدورات عندك ما يفسر الكلام هنا 11 باي على سبعة رح أجمع معكم مع 2 كي باي لجميع قيم فيتا أو لجميع الحالات اللي أمامي واضح يا شباب؟ هذا فيما يتعلق بالسؤال اللي عندي هنا عندي حل المعادلة التالية كوسين تربيع ثيتا زائد 3 يساوي 4 ناقص سين تربيع ثيتا لاحظ معنا كوسين تربيع ثيتا زائد 3 يساوي 4 ناقص سين تربيع ثيتا ماذا أعمل؟ الكوسين تربيع ثيتا من قانون فيتا غورس حطيت بدالها 1 ناقص سين تربيع ثيتا زائد 3 تنزل والأربعة تنزل والناقص سين تربيع ثيتا تنزل الآن ماذا أعمل؟ الواحد زائد ثلاثة هي أربعة وناقص سين تربيه ثيتا تنزل تمعنا الواحد مع الثلاثة ناقص سين تربيه ثيتا تنزل وأربعة ناقص سين تربيه ثيتا هنا أخليها كما هي الآن أربعة ناقص أربعة تروح يبقى عندك سين تربيه ثيتا يسير وسين تربيه ثيتا يمين ما رأيكم في هذا الحل؟ سين تربيه ثيتا يسار وسين تربيه ثيتا يمين هل يؤقل إخوان هذا الحل؟ نلاحظ أن هذه المعادلة لها عدد لا نهائي من الحلول لجميع قيم إيش؟ لجميع قيم الفيتا اللي عندي ملخص الدرس يا شباب حل المعادلات المثلثية حل المعادلات المثلثية يعني إيجاد قيم الفيتا للمتغير جميعها التي تحقق المعادلة بعض المعادلات المثلثية ليس لها حل وكما أن بعض المعادلات المثلثية أيضا تعطي حلولا إيش؟ دخيلة أشكر لكم حسن استماعكم إلى اللقاء في درس آخر عزائي الطلاب والطالبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته